الرد على أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل المجمل تقول هذا الكلام الذي تذكر لا أعرف ولا أعرف الرد عليه وأقطع أنه كلام الله لا يتناقض وأنت والله من الذين سمى الله لنا تتبع المتشابه وتترك المحكم ما يمكن نسمع لك كيف بمن يرسل اليوم الرسائل التي فيها الأقوال الباطلة وأنظر إذ ماذا قال الخبيث وأنظر إلى مقطع فلان وأنظر إلى الضالة المضل لماذا يا أخوانا نستمع لهذه الأشياء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه يخي أرسل لنا مقاطع للشيخ بن عثيمين للشيخ بن بازي الشيخ الألباني الشيخ الفوزان رحم الله الجميع لأهل السنة لماذا ترسلي لهؤلاء أصحاب الضللات وأصحاب الكفر والإلحاد وأقول اسمع إلى قول الكافر نطق بكذا يا رجل هل هذا يرضي الله يرضي النبي صلى الله عليه وسلم والله ما يرضي وتنتشر هذه المقاطع ونحن السبب في نشر هذه المقاطع والمشاهدات وتنظر إلى المحاضرات ودروس أهل السنة لا تجد منها شيء فلان يقول رد كذا ما تصلح يا أخوان قال عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه عندما رأى في يده صحيفة من التوراة قال أمتهوكون أشاكون أم ترددون لو كان موسى عليه الصلاة والسلام حيا لم أوسع لنا نتبع مقاطع والله كفر أكبر بعض المقاطع ينشرها البعض هدان الله إذن هذه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في الرد الرد قلنا مجمل مفصل المجمل لا تستمع لهذه الأشياء وتقول عندي نصوص محكمة بينا في أن الشرك يقع في الأمة ويقع في الجزيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين ومنها الصحابة رضو الله عليهم قاتلوا أهل الردة أين في الجزيرة لو كان الشرك والردة لا يقع في الجزيرة أصبح قتال الصحابة المرتدين غير صحيح